اهلا بكم الى هذه الحلقة الحوارية من بيروت اليوم وفيها الصديف عضو كتلة نواب الكتائب لبنانية النائب نديم لجميل اهلا بك ساعة النائب بداية وقفة مع ابرز ملفات بيروت اليوم كيف يوضع حد لموقف المقاطعة مع استمرار انكشاف مخططات الاغتيال السورية بحق شخصيات 14 اذار وصل انقسام اللبنان الحاد ما هو مصير الانتخابات وهل يقار قانون انتخابي يتفق عليه الجميع نائب نديم لجميل ملفات كتير اليوم هنحكي فيه ولكن هبلش بداية من طرابلس التي استقبلت اليوم جثمين لاربع قضو في تلكلخ طبعا فيه تعاطف بمكان يعني مع اللي حصل مع هؤلاء مع طريقة القتل حتى ولكن هناك من يسأل لماذا لبنان يعني يرسل مقاتلين الى سوريا بالتالي التدخل بالشأن السوري واجه بالتزامن مع ما قيل انه النائب عقاب صقر وبدعم الرئيس سعد الحريري يرسلون اسلح خليني بلش على ضحايا تلكلخ يعني هل انت مع انه ارسال شباب من لبنان للقتال في سوريا اول شي يعني اكيد ضحايا تلكلخ اكيد يعني مؤلم نشوف شو صار فيهم وكيف صار فيه مزيدات عليهم وكيف صار فيه نوع من يعني جرب النظام السوري يتاجر بالجتة تهولي ويماطل بالوقت ولا ما هنالي واليوم يعني اكيد يعني فكرنا كله بروح لأهالي لهالضحايا يلي كمان فقدوا احد من عيالهم واليوم عم بعودوا في صار فيهم بالقليلة يبتدوا يبتدوا بعزاء معين ولكن اذا بدنا نرجع على اسباب هالاختيال هيدا واسباب الروحة الى سوريا يعني ما بطلنا بعاد ابدا من وكل العالم يعني ما رح نتخبى وراء اصبعنا لما منقول انه لبنان وسوريا عم بعاني من تقريبا نفس التوجه وبنفس الازمة اكيد بسوريا اكبر ولكن كمان الى اردادات مباشرة على الداخل اللبناني واليوم بعض الفئات بلبنان بيعتبروا حالهم انه دعمين لهذا ان كان للثورة وفي منهم دعمين النظام هني سقطوا بكمين هناك من قال انه في حدا قصد انه يوصلهم على سوريا لكي يقتلوا في سوريا لكي يتهم لبنان انه يرسل ما بدي فوت بالتفاصيل انا مني على العالم بهالتفاصيل الدقيقة ولكن اللي بعرفه انه ما بدي كتير اليوم لشباب لبنانيين عم بيدعموا من اول من بداية السورة السورية ومعتبرين حالهم مقربين جدا من السورة في سوريا ما بدي كتير انه واحد يتحمس ويروح يقاتل الى جانب السوار في سوريا او يدافع عن رؤية معينة هل انت مع انه شباب يتوجهوا يدعموا السوار؟ انا شخصيا مني بس بتفهم تماما اليوم الوضع لبعض المسلمين اللي معتبرين انه السورة بتعبرلهم عن ايمانهم عن وجهة نظرهم خاصة للنظام وقمع الحريات في سوريا ومعتبرين حالهم اخوة بالنضال هايدي الشغلة بترجعلون وأكيد انا شخصيا من اكتر المداعمين للثورة بحكي بالموقف مش بالامكانيات ولكن اكبر داعمين للثورة في سوريا وبتمنى انه السورة توصل الى نتيجة مثل ما انا داعم معنويا لهذه السورة او سياسيا او بالمواقف البعض بحبوا يترجموا هيدا الشيء كمان مثل النائب يمكن اوقاب صقر ببعت حليب وحرمات وإلى ما هنالك للثورة انت مقتنع انه بعت حليب وحرمات وامور غذائية وحاجات يومية يعني فقط لغير؟ اولا اولا يعني انا بفتكر انه نائب عقاب صقر منسجي مع رؤيته ومع سياسته ومع موقفه من البداية يعني ما حدا كان متخبه كمان برجع بكاري ما حدا كان متخبه ورا ورا أصبعه من البداية انا كنت من اول الداعمين لسا انا تذكر كتير مني حكيت من يمكن من اول السياسيين اللي اخدوا موقف مع الثورة ضد النظام بسوريا ووقت هذي يمكن فتحت شوية بانتقادات علي بلكن مقتنع فيها مية بالمية والبرهن اقتنع ومازلت وتفتخر وبفتخر أكيد لأنه اليوم أنا اليوم بنظري نحن والثورة بسوريا بنفس الخانة إذا فشلت الثورة بسوريا مصيرنا بلبنان نحن كأحرار بخطر وإذا ربحت الثورة بسوريا ساعتها يمكن في مجال بلبنان أنه يصير في فعلا دولة ديمقراطية وحرة وفعلا نرجع يعني يرجعوا السيديين في لبنان يرجعوا يبرزوا في الداخل اللبناني وبدون أي خوف إن كان من النظام السوري أو من غير الأنظمية اليوم متخلف مع النظام السوري شكرا لك إنه تقدم السلاح للسوار بسوريا يعني لو كانت عندك الإمكانات هل كنت لتقدم السلاح أو تدعم بالمواقف والأمور الإنسانية ربما أنا أنا يعني بالمبدأ لا بدعم بالموقف بدعم بالسياسة بدعم بالمعنويات ولكن بالسلاح لأ هذا مش شغلتي ولو كان عند الإمكانيات ما بأمن إنه اليوم كل شيء بينحل بالسلاح عدد من نواب 14 أذار انتقد النائب عقاب صقر قبل ما يطلع يوضح يعني صدق بمكان ما قيل في إعلام 8 أذار إنه النائب صقر والرئيس سعد الحريري بيدعم بطبيعة الحال من المملكة العربية السعودية عم يقدمه السلاح ويعني انتقده وانتقد كمان أداء 14 أذار فعدد من النواب صدق حضرتك نديم الجميل هل تصدق إنه نائب عقاب صقر أرسل سلاح؟ ما بدي أتوقف فقط إذا أرسل أو ما أرسل يعني بالنهاية العملية بسوريا ما أنه نوقف عقاب صقر يعني ولا على سعد الحريري السلاحي اللي عم بيروح على سوريا خلينا نقول للسوار بسوريا ما أنه نوقف عقاب صقر يعني إذا عقاب صقر ما أنه موجود هناك ما كانوا السوار حققوا اللي حققوا لا في عملية أكبر بكتير مني ومن 14 أذار ومن عقاب صقر ومن سعد الحريري عم تجري بالسوريا يمكن عقاب صقر أحد الكاتاليزور بهذا الموضوع ولكن أنا صراحة عندي توجه سدي عقاب صقر بالكلام اللي قاله وخاصة أنه فرجة إثباتات والبرهان أنه الطاني يوم أو طالي تنيوم ولا نيو تيفي ولا الأو تيفي ولا الأخبار ولا السفير ما بقى حدا بقى يصار بده يجاوي بعقاب وكلهم سكتوا وما كأن القضية بطلت موجودة طبعا كان في شيء من وراها أنه عملته كلها الحملة ونحنا ما رح نسكت ورح نعمل ورح ننزل ونطلع وندر شو بالآخر ما بقى حدا نحكي فيها للقضية بمعنى معين عقاب صقر تسكتون بكل معنى الكلمة لا أنا صراحة بمحل معين بصدق العقاب صقر بما يتعلق ببعض النواب 14 أزار يلي ينتقدوا النائب سامي الجميل يعني اللي هو ليس بعيد عنك لا عائليا ولا حزبيا يعني بحزب الكتائب صدق أنه قال النائب عقاب صقر تكون أمينة بالنقل بقول أنه قري تصريح عقاب صقر وقال عقاب صقر هذا صوتي وعلى النائب عقاب صقر أوضح أنه أنا قلت هذا صوتي بس مش هايدي تصريحاتي المجتزئة ورجع رد على النائب سامي الجميل أنه لما أنت مصرح ما في لزوم تكذبنا فالنائب سامي الجميل أنا بفتكر يمكن ما كان بعد يمكن مطلع على كل دقة التفاصيل أو الداتا اللي كانت بعدها موجودة اقتنع اليوم 14 أزار أنه ما في سلاح هي عم ترسله على سوريا مين؟ البعض يسأل من جمهور 14 أزار إذا كانوا عم يودوا سلاح على سوريا نحن هون بحاجة أكتر لأمور تانية غير السلاح يعني كأنه تركين جمهور كنا أنتو يعني برجع بقول لك أحد نحن منا تركين جمهورنا أبدا الجمهور نحن إلى جانبه بالسياسة الداخلية إنه مواقف وعم ناخد مواقف من أقسى المواقف السياسية اللي اتخذت بأخر 15 سنة وعم نواجه السراع في الداخل اللي مرتبط مباشرة بسوريا يعني اليوم إيران وسوريا وجيش إيران في لبنان بنفس الخانة وعم بيواجه متل ما عم بيواجه الصوار بالسلاح بسوريا عم بيوجهنا اليوم بالسياسة وبالاختيالات بلبنان فنفس المعادة اللي موجودة نحن اليوم برجع بقول لك أنه لما إذا انتصرت الثورة في سوريا بيكون جزء من حقنا عم ننتصر فيه هنا في لبنان وبنفس المعركة إذا خسرت الثورة في سوريا نحن بنكون أكيدين عم نخسر معركتنا في الداخل اللبناني وبيكون هيدا النظام رح يرجع يستقوى عن جديد وكل حلفاء في لبنان عم بيرجعوا يستقوى ومطل في لزوم بقى ولا نعارض ولا نفوت على المجلس النيابي ولا نواجه بيكون فعلاً سيطروا كلياً على البلد وهذا الشي اللي ما بدنا نصل له اليوم في مذاكرات توقيف سورية بحق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر ما صقر منى شأنه لم يستخفين فيها يعني إنه مش أول مرة النظام السوري بيعمل هيك شي وماش الحال يعني خليه يصدر قد ما بده مذكرات توقيف خليه بلش يضبط الوضع بدماشك وبعدين يجي يشوف إذا في مذكرات توقيف أو بده إذا بيعمل محكمة أم ريتوا بهالمذكرات توقيفة يستلشاء باستلشاء يعني مثل ما هلا حضرت ركبت حكي أو في البعض توقف عنده يمكن هيدا تهديد بالاغتيال كما قال بعض قادة 14 أزار تهديد بالاغتيال ما في لزوم أصلاً يهددون علناً أو عبر القضاء يعني عارفين تماماً إنه في محاولات اغتيال عم تتحضر على بعض شخصيات 14 أزار إن كان قادة بأحزاب أو إن كان نواب أو إن كان وزراء أو إن كان فعاليات معروف تماماً إنه في تهديدات متوجهة يعني بدي أعطيك مثل بسيط إنه عطوان غانم لما توفى ولما استشهد ما كان فيه ولا ما كان فيه تهديد ما كان فيه ولا شيء بيخليه يفكر إنه رح يكون مستهدف ولكن لما يد الإجرام بدي تقتل حداً وبعد شعنة لدم بتقتله ولا مذكرة التوقيف ولا تهديد ولا شيء هلأ بعض نواب 14 أزار أو حتى يعني شخصيات ما ضروري يكونوا نواب بيقولوا إنه تلقوا تهديدات حضرتك تلقيت شيء تهديد أنا شخصياً لا ما تلقيت تهديد لكن التحليلات هنا عم نحكي بين المعلومات والتحليل التحليل بتقول إنه من المهددين ووصل لنصائح من بعض القادة الأمنيين إنه أفضل واحد بهالمرحلة هيدا ما يتحرك وياخد حذره ما معناته إنه هيدا شيء يعني أنا مني من النوع يلي بيعطي أهمية أكتر من زوم لشيء أو بخفف كتير فيها لا واحد واضح تماماً إنه فيه وضع غير سليم بالمنطقة وغير سليم باللبنان وفيه وضع واضح بإختيالات أو ببعض ضرب رموز معينة بـ 14 أزار وواحد بده يأخذهم إلى محور الشر هلأ هو فيه تهديدات لرموز معينة ولكن ممكن يكون أي شخص هدف سهل فينقض عليه يعني مثل ما قالت أن أبو أنتوان غانم يمكن ما تلقى تهديده ولكن لقيه السهل للوصول له أكتر من غيره أفضل واحد يأخذ حذره بهذه الفترة ومعني يعني بفتكر إنه صحيح وصلين إلى مرحلة انتخابية أو إلى معركة انتخابية بعد تقريباً خمسة شهور وبفتكر إنه المواطنين والناخبين طبعاً بالأشرفية بيتفهموا كمان وضع تأثير طبعنا إن كان بالخدمات إن كان بالواجبات اللي منقوم فيها بس كمان في وضع سياسي نحن اليوم بحاجة لنحافظ على حياتنا لنقدر نستمر بالمستقبل ونظل حملين لهم صوتهم ونظل عم ناضل من أجلهم ومن أجل كرامتهم وحريتهم وزير الداخلية أقروا اعترف إنه في شخصات مهددة بـ 14 أذار ولكن قالها صراحة إنه الدولة منا قادرة تحميهم شو ردك؟ الدولة منا قادرة على شي أصلاً مش إنه بس على حمايتهم منا قادرة على شي منا قادرة على حماية حداً وأنا برأيي يمكن صراحة الوزير الداخلية وعفاويته بتأدي لهيك مواقف ولكن عيب اليوم نوصل لمستوى نعتبر إنه الدولة منا قادرة عم بيطالب شركات أمنية خاصة يمكن القيام بالمهمة حتى عيب تصل الدولة لهالنوع الإفلاس السياسي والأمنة والإمكانيات المدية واليوم أنا دولة مثل هاي أنا محل وزير الداخلية بستقيل بستقيل لأنه إذا أنت كوزير داخلية راس هرم الكوى الأمنية والأجهزة الأمنية مانك قادر تضبط أمن المواطنين تابعك قبل ما يكونوا نواب وقبل ما يكونوا من 14 أذار إذا مانك قادر تضبط أمن المواطنين لا في مشكل كتير كبير وأنا يعني فعلا بعفويت وزير الداخلية أنا بدعي للاستقالة مش مقبول اليوم وزير يحمل مسئولية لشركات خاصة أو يقبل يحمل لشركات الخاصة مسئولية من هيدا النوع صفة اليوم عم بيدعي وزير الخرجية بمعنى وزير الداخلية عفوا عم بيدعي بطريقة غير مباشرة تسليح أكبر شريحة معينة من الناس وخلي كل واحد يعمل الكوانتون الأمنة طبعه والأمنة الزيتة طبعه وخلي هو يستفل بينه وبين حاله ويروح إذا قادر إذا عنده إمكانيات يستأجر شركات خاصة تعمل له الأمن وإذا ما عنده إمكانيات فخليه يموت مش مشكلة هيدا يعني هيدا معناية الكلام طبعه أنا محله بستقيل هل الغتيال اللي شهيد ويسام الحسن يعني زرع الرعب أنه إذا قادروا على ويسام يعني هن قادرين على أي شخصية بأربطة عاش أدار أنا ما بحللها بهالطريقة لا أنا بالعكس بفتكر حطوا كل إمكانياتهم تليقت له ويسام الحسن ويمكن مش أول مناء أول فرصة حاولوا يغتيالوا ويسام الحسن فيه لبل بالعكس أنا أكيد أنه ويسام الحسن زمط من عدة محاولات اغتيال يمكن البعض ما منسمعه ولكن يمكن كان في سيارات مفخخة محطوطة على الطريق عنده وما قادروا لقاطوه بالمكان المناسب بالوقت المناسب ولكن صابوا بوقت صار في صغرة صغيرة صابوا فيها ما معناتها أنه أنه هو نصاب بيقدروا يطالوا غيره لا مش نهيك كمان نحن بوقت معي أنا بفتكر الوضع بالبلد ككل أمنه فلتان يعني مش مهم أمن الشخصية بحد ذاتها إذا أمن البلد كله والمعلومات بالبلد كلها فلتانة ممكن ممكن واحد يقدر يطال الشخصية اللي عم بيفتش عليها بطريقة أسرع هيدا الشيء اللي كان ويسام الحسن عم بيصعب له نيها يعني كان ضابط وضع الأمنة الإجمالة بأمور الشخصية كانت أسهل شوي يمكن تنطل اليوم اثنينات ونفرطين وزير الداخلية عم بيقولوا الأمن بالبلد ما فيه وأمن الشخصية كمان ما نقدرين أمنه فروحوا داب روحا طيب دعيت وزير الداخلية للاستقالة للأسباب الأمنية وما فيه أمن يعني اليوم كمان فيه مشكلة على داتا الاتصالات وعطول بتتفرع لجنة قضائية بتقول لا يجوز البعض يقول اللجنة القضائية زارت فرنسا ولكن وضع فرنسا مش متل وضع لبنان يحمل وزير الاتصالات المسئولية لأنه من فريق سياسة معين النائب نديم لجميل نائب عن بيروت وزير الاتصالات كمان خصمكم بالسياسة بمنطقة الأشرفية هل بتحطهي بخانة السياسة أو فعلا ما يقوم به هو ما يجب أن يقوم أنا بالنسبة لي ما فيه شيء اسمه وزير الاتصالات فيه شخص اسمه ميشيل عون هو دير الجماعة بس في لجنة قضائية كمان يا مسؤولية لا تقع فقط على وزير الاتصالات خلينا بلي انت عم تحكي عن وزير الاتصالات أنا بالنسبة لي أنا من موجود وزير الاتصالات ما عنده رأي بالموضوع بيقلوله شو يعمل وبينفذ وزير الاتصالات جاي عم بيقول انه نحن في وضع أمنى وما فينا ما فيها الاتصالات تكون شاملة في حرية العالم كمان وفي وضع حرية العالم وإنما هنا ايه أنا يمكن كنت صدقته بمحل معين لو بمرحلة سابقة كان صار في عدة طلبات من كوى الأمنية لوزير الاتصالات ولوزارة الاتصالات كانت محصورة وما كان في ما كان في تهديد لمعلومات شخصية عن الشخص وكمان كان يرفضها اذا بالماضي رفضها وعدة مرات مش مرة ومرتين عدة مرات ان رفضت اليوم كمان عم بيرفضها ولكن نزيد عليه حجة انه انا بدي حافظ على سرية وعلى خصوصية الزبائن هذه حجة زيادة ولكن بالمبدأ كان رفضها أول مرة ورفضها ثانية مرة وبعضهم هلأ عم بيرفضها اليوم نزيد عليها حجة اذا اليوم تسأليني انا عصاعد الشخص ايه اكيد انا بمحل معين بقبلة لهذه الحجة لان انا كمان بدي حافظ على خصوصية المواطن وبيدي حافظ على وبيدي حافظ على سرية المكالمات اللي هو عم تحص عليها ولكن بمحل معين لما في وضع امنه هلأده متدهور وفي بمقابله السرية او الخصوصية واحد بدي حطوهم على ميزان بدي يشوف شو افضل الحرية او الامن بوقت معين كنت قلت لي اذا البلد مارئ بألف خير كنت قلت لي اكيد الحريات وتركوا شوي الامن ولكن بالوضع يلي مارئين فيه ولانهو منه مهدد ولانهو معلموا منه مهدد ولانهو جماعته منه مهددين هو اليوم عم بفضل الحرية على الامن انا لا انا اذا كنت اليوم محله معلي تخلي الامن ياخد حاجة اهم بهذا الموضوع وبخلي شوي اكيد بحافظ على الحريات ولكن بحطها شوي بموضوع سيجندير سانوي خلينا نقول انه مش بس وزير الاتصالات ومسؤول ومش العماد عون اللي هو بيعطيه اوكي او لا يعني فيه مجلس وزراء يعني فيه مجلس وزراء ايه عم بحكي العماد عون عم تحكي لانه فدي وسياسي ولكن فيه مجلس وزراء عم يجتمع وعم بيقرر كمان يعني هون عم بتسبتي لي بعض اكتر اللي عم بقوله يعني المجلس الوزراء اليوم من اول ما انتخب او من اول ما تعين هالمجلس الوزراء من قبل حزب الله كنا عم نقول انه حزب الله هو العين وزراء ميشال عون وهو اللي قالوا نه ميشال عون عين 11 وزير وهو اللي بيسيطر على كل الوزراء فانه نرجع على نفس الشي يلي بي رأيك عم يحجب الدك يلي متهم بطريقة معينة باختيال معين انه اكيد مرة هيخلي يوصل التحقيق الى نتيجة مثل ما اليوم شاهدنا انه تحقيق بموضوع بطرس حرب حزب الله عم بيمنع كوى الامنية او عم بيمنع بالاحرى المتهم انه يسلم حاله ويتحقق معه بنفس الوقت عم بيحجوب اربع متهمين لثلاثمائة سنة انه ما يسلم حانه للقضاء وما بدو يروحوا على القضاء يعني هيدا زلمة ما بدو يوصل للنتيجة وهيدا زلمة ما بدو يوصل ولا القضاء ولا الكوى الامنية الى نتيجة بغد نظر اليوم في حجة الحريات والخصوصيات المواطن بكرا بليقى لنا حجة اخرى حزب الله يعطي امر لميشيل عون انه ما بتسلم الداتا ميشيل عون كله بنفذ عنده انت برأيك عدم تسليم الداتا هو لانه فيه ناس مشتبه فيهم او متهمين بملف تاني وما بدو انه توصل الداتا ومش لانه في حرية المواطنين اللبنانيين فيه ارار واضح بتصعيب مهام كوى الامنية للوصول الى نتيجة بالتحيي لانه رح قليك شغلة ستمنى وبفتكر ما منكون عم نكذب عحدان ومنكون ما بفتكر عم نكشوف سرد كتير كبير انه اجهزة الامن حزب الله او بعض اجهزة الامنية الاخرى بالبلد الموجودين بالبلد الى دخول او الى وصول الى داتا الاتصالات بدون اذن من حدا بتدخل الى الوزارات وبتاخد معلومات بدون اذن من حدا عندها معطيات كل المعطيات الفردية تبع الاشخاص عبر الاتصالات وغير الاتصالات فيه اجهزة تنصت قد ما بديك على المواطنين وبالنهاية هيدا حكي السياسي ولا فيه اسباتات لا هذا ما انه حكي السياسي هذا فيه اسبات وكل العالم تعرف ما بفتكر بكون عم بكشوف سر جديد اذا عم بحكي هذا الكلام بعض الاجهزة الى دخول على كل شيء وبعض الاجهزة اللي هي مفروض تكون تاب على الدولة والدولة مسيطرة عليها وهي الشرعية بهيدا الموضوع ما منمنعها عن الدخول عن كل شيء لا في سيف وشطة تحت تحت سقف واحد وفي ايده اجر بين اجهزة امنية غير شرعية منعطيها اكساعة كل شيء واجهزة امنية شرعية هي مفروض تحافظ على امن المواطنين وعلى حريتهم ما منعرق الله شغلة قدمة فيها في خبر ملفت يعني بدي اسأل سؤال انا الام او الام يلي اعتليني هم بنته ترجع عشية او ابنه يرجع عشية بالليل او اذا هو ظاهر من بيته ما يطلع انفجار ما بتقبل يعني او ينقتل ابنه انه ما بتقبل كمان بمحل معين انه اخي معلي بتنازل شوي عن هالاساماسي اللي بعته او عن الاتصالات اللي بعته بس بالقليل كشوفولي بدي بالقليل قدر طمين انه ابنه يقدر يظهر من بيته وما يصر له شيء يعني بيظل الوضع الامني المتردي وعملية الاغتيالات خليكم فيه اعطاء للداتار الشعب اللبناني يجب ان يضحي بعض الشيء من هون ما عم بقول يضحي كتير بس عم بقول انه فيه ميزان بدنا نحطه ضحي بعض الشيء فيه امن وفيه حرية اوقات ما ننفضل الحرية على الامن بس بالوقت اللي عم بيمرق فيه البلد في الامن اساس والحرية الثانوية بمعنى انه معلم نضحي شوي فيها لتأمين امن المواطنين وبعدين منحق نرجع الحرية الى اقصى حد ونحن هون لنحافظ على حرية ولنسبتها للحرية ولنعمل من هيدا البلد بلد الحريات اللي هو اليوم منه موجود بظل هيك وزارة قام على الحريات وقام على كل الامور اللي ما بتمت بصلة لبلد يعيش بحرية ليه قام على الحريات هالوزار غير داتا الاتصالات يعني مش بس بداتا الاتصالات بكلشي بكلشي اليوم فكريك فيه واحد اليوم يطلع يحكي يحكي كلام حر ومية لاحة او يمشو ميت اجهزة قضائية وغير قضائية عليه احو نائب عقاب صقر طلع يحكي كلمتان صف كل القضاء بلش يبعب عليه حدا بيقدر يقلي من هالكوضات يلي كانوا بدون يرفعوا او يلي جاء طلب من طلب التشجيلات حدا بيقدر يقلي شو هو هيدا الجرم تحت اي عقوب بيوقع ما فيه منه موجود رح يجي يجيوا بيقولون ايه ما هو اساء لدولة شقيقة او لدولة صديقة الدولة انا بمفهومة هو شعب ونظام اليوم الشعب والنظام بسوريا عم بيتخبطوا مع بعض مع مين بيوقف وين الدولة اليوم بسوريا الدولة هي النظام او الدولة هي الشعب ما فيه جرم قضاء اليوم موجود بس انه اذا واحد بده يركب بيركب انه اليوم يعني عم تقول حضرتك يظل هذه الحكومة فيه تركيبات عم بتصير بليبنان على وزراء على نوع المخطول جوزاف صادر هيدا مش قمع للحريات خطفوه اتلوه محدا بيجي بسيرته بمنطقة معروفة ومعروفة لمن تابعه هيدا مش قمع لأهم حرية ما قصدك خطفوه اتلوه مهو مجهول مصير ان شاء الله يرجعوا بالسلامة بس انه خطفوه خلينا نقول منعوه صلوه تقريبا اربع سنين منعينه عن يروح يشوف اهله ومنعينه انه يظهر ومنعينه عن كل شي هيدا مش امل الحريات وين الامن بمقابيله اللي عم بيعضونا فيه اه انه في كتير امور اليوم يعني ازا بدنا نحكي شدد فيك في كتير اموو فى نحكي فيها ولكن الاهم من كل هيدا شي الا بلد بده فعلا يقوم على احترام المواطن وبده يقوم على مساواة بين المواطنين ما بيقدر يتحمل حكومه عم تعمل سفه وشته عم تعمل تحت ساقف واحد وكل المواطنين عم بيدفعوا تمانا في خبر للسياسة الكويتية يقول هو مقال طويل أنه اللواء علي مملوك أرسل فريق من عنده يتعاون مع عدد من الظباط اللبنانيين يقيمون في السفارة السورية يحضرون لعمليات اغتيال بالجمع لشخصيات سياسية بطبيعة الحال من 14 أذار ولرجال دين ربما وأن القوى الأمنية اللبنانية على علم بهذا الموضوع وهي عم بتلاحق هل هذا الخبر برأيك صحيح هل عندك معلومات أوه خبر إعلامي لتبرير عدم الطعاة السياسي لقوى 14 ما في نقلك يعني ما بعرف إذا صحيح أم لا ولكن ما بستغرب أبدا هيك خبر ما بستغرب أبدا من شخص أنتوا ما عندكم معطيات من القوى الأمنية ما حدا جاب سيرته الموضوع أنا ما حدا بلغني هذا الكلم وما حدا يعني وما سمعته بالأصداء السياسية أو بالليقاءات السياسية اللي بعملها ولكن ما بستغرب أبدا أنه شخص أرسل ميشيل سميحة ليوضع أكتر من 20 متفجرة بالبلد ويوتر الأجواء بالبلد هيتما أقول أنه كان فيه كلمة فجرة عليها شخص هدفها شخص وما فيها هيدا الأشخاص يموت قبريا مرئين على الطريق كمان هاي ممرحة يعني بغض النظر ما بفتكر أنه بستغرب هيك نوع الخبر يعني رح رح من هو زيته يعني يقال بالمقال أنه في أرسل المعارضة السورية بعتت أحدى شخصيات لأتلاف سوري المعارض على لبنان ويجتمع بعدد من القادة من 14 أذار وبلغون هالرسالة أنه ينتبهوا يتوخوا الحزار معقول كتير رح توقف مع فاصل أعلاني بعدها رح أسألك عن التعاطي السياسي لقوا 14 أذار عدم التحرك عدم الاجتماعي لما هنالك هل هو الهاجس الأمني فعلا أو حرص على إبقاء قانون 60 فاصل أعلاني ونتابع نتابع الحوار مع النائب نديم لجميل بس بحب أخذ رأيك كيف قرأت الاجتماع الذي حصل بين السفراء في السفراء الإيرانية السفراء الأربعة اجتماع كمان يعني شوي مهزلة يعني أول شي معارفين تماما أنه السفراء اليوم بلبنان ما عندهم أي صفة تنفيذية أو أي صفة ما عندهم ولا إمكانية تنفيذ للكلام تابعهم وبنفس الوقت هو نوع من اجتماع نوع من اجتماع يعني تيبرهنه بمحل معين يعني برأيي فيه إله عدة عدة أي رسالة وصلتك من بعدها بس شفت الصورة شفت الاجتماع يعني أول شي بالعكس مش رسالة يعني خلين بلاشت بلاشت قوله أنه شو نتيجة هيك اجتماع نتيجته ماشي في حد ذاته شو الأسباب طبعه سببين سبب الأول يحطوا السفير الروسي معهم بالاجتماع ويقولوا أنه الكلام يلي صدر من بوغدانوف بمحل معين أنه مش مظبوط وأنه لا الروس بعضهم مع هيدا الأكس يلي موجود مع هيدا المحور السوري الإيراني وفي محل معين كمان نوع من معنويات تنعطى لفريق 8 أزار والفريق يلي اليوم ينظر إلى النظام السوري بقلم كتير كبير لأنه ينهار هيدا النظام وبطل عنده ولا إمدادات وإلى ما هناك لأنهم يرجعوا واجتماعوا السفرة في لبنان ليعطوا رسالة مباشرة لحلفاءهم في لبنان لأنه لا تعتلوا هم أننا بعضنا قوية وننتصر ونحن بعضنا من راحين فيها للإخل والروسي الأهم أن الروسي بعده قاعد حدنا وما تعتلوا هم هذا الشي لأنه فيه بالصحف الأجنبية واللبنانية وغيرها بآخر فترة وخاصة بآخر أسبوع أنه فيه صفقة أمريكانية روسية عم تتحضر وأنه فيه فيه إمكانية خربة خربة أوراق الآخر تكي هيدا هيدا الاجتماعيش بس بهيدا الإطار برأيك يعني بحاجة فريق ثماني أدار أو جمهور ثماني أدار لجرعة معنويات مهنة ماشاء الله إن جمهورهم مرتاح يمكن أكتر من جمهوركم وأداءهم مرتاحين أكتر منكم معنويا لا مرتاح لأنه قادر يتحرك قادر يروح يبرم قادر يروح يتسوق بكرة هلأ قبل عيد الميلاد أكيد أكيد مرتاح أكتر من أكتر مننا ولكن مرتاح على مستقبل سياستو بلبنان بقدر تمنك ستمنى أنه مرتاحين نحنا لمستقبل بلدنا ولانتصار مبادئنا بالمستقبل أكتر من أي وقت آخر بهيدا البلد وما عم بقول هيدا الكلام تراهن على السورة بسوريا أو لا عم بقول على هيدا الكلام أو عم راهن على سقوط بشار الأسد أو نظام الأسد بسوريا عم بقول هيدا الكلام لأنه أنا آمن أنه من بعد ما شفت كل شي كيف عم بصير بالعالم العربي من بعد ما من بعد الثورة في مصر من بعد الثورة في تونس من بعد كل هالتحرك هيدا اللي عم بصير بالشرق الأوسط أنا بفتكر أنه نحنا وصلين إلى تحقيق المبادئ والقيام يلي 14 أزار حملتهم ويلي هي رح تنتصر بس طول بتقوله أنه ما عم نقدر ننفذ مشروع الدولي يلي 14 دار تطرح ولأنه في سلاح حزب الله مضبوط وسلاح حزب الله بعده فيه صعوبات معينة أكيد مش أنه شغلة أنه خلص هل هنا يعني أنا بالألفين وخمسة كنت مفكر أو بعض مثل بعض اللبنانيين أنه رح تصير الثورة رح تصير صارية 14 أزار خلص رح يتغير كل شيء لا أنه في عندي كل يوم يعني العائق أمامكم أنتو مثل ما أنتو بتقولوا سلاح الحزب بعده ولو سقط النظام السلاح باقي السلاح مش باقي السلاح رح يبقى ولكن ما رح يبقى يعني منه باقي إلى أبد الأبيدي رح يبقى فترة بس مرة أنه منه باقي منه سلاح أبدي واليوم أنا بفتكر أنه حزب الله يخليه بليش يفكر شو بدي يعمل من بعض نظام الأسد لأنه وضعه ما رح يكون ما رح يكون كتير مرتاح وأنا برأيي أنه هيدا السلاح يلي هو سلاح إيراني ويلي هو يعني أنا ما بسميه سلاح وأنا حتى بسميه حزب الله هيدا هيدا حزب إيران بليبنان أنا برأيي بدعي بكل جدية وبكل وضوح وبكل إصرار وبكل محبة للسيد حسن ولا حزب الله ولا فريق حزب الله بليبنان أنه يتلبنا أنا اليوم مسعد أعمل حوار مع فريق لبناني حطي الطيفي الشعية على جنب عم بحكي كحزب أنا مسعد اليوم أعمل حوار مع حزب لبناني مستعد أتفق واحد إيدي بإيد حزب لبناني مستعد اتناقج فاوض اتحالف مع حزب لبناني بس أنا مني مستعد أعمل ولا شي من هول إذا هيدا الحزب هو حزب إيراني أنا مني مستعد ما هو حزب لبناني؟ أنا مني مستعد حزب إيراني يعني عفوان؟ حزب لبناني مدعو من إيران أنتو كمان في دول عم تدعمكن نحن ما عم نحكي فقط بالدعم عم بيحكي حتى بالوجدين هذا الحزب أول شي سلاحه منه سلاح لبناني تمويله منه تمويل لبناني سياسته منه سياسة لبنانية الأجندة طبعه منه أجندة لبنانية اقتصاده منه اقتصاد لبناني الاقتصاد المجتمع طبعه منه اقتصاد لبناني اليوم بينهار الاقتصاد لبناني هو بينبسط بالعاكس عم بيقوي أقتصاده على الاقتصاد اللبناني أكثر من هيك عندما نسمع كل التصريحات يالتي سيد حسن قال او vaak المسؤولين في حزب والتي wishes هزب إيران عم بقلوه أو能 87 بعض المسؤولين في السورةL اسلامية بإيرانoki عم بقلوها طيارة أيوب التصريح تبعا السيد حسن أنه نحن وإيران واحد وإلا ما هنالك ببرهن قديش اليوم حزب الله هو حزب إيراني بامتياز إذا بدك تسميه إذا ما أنه حزب إيراني هو لواء إيراني في لبنان لواء الثورة الإيرانية أو الجيش الثورة الإيراني في لبنان السيد حسن نصر الله عم يتحدث كان ومازال ولكن واحدة من الأشياء اللي قاله أنه مقاطعة قوى 14 أذار لمجلس النواب أو للجلسات واضح أنه الهدف منه ليس إسقاط الحكومة وإنما الهدف الحقيقي هو تعطيل مجلس النواب حتى لا يتم إقرار قانون جديد للانتخابات ووضع اللبنانيين أمام خيار إما إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين أو عدم إجراءة وهذا مش بس السيد عم بقوله يعني أكثر من شخص قاله بس ألا يعني هذا أحدث كلام قيل لماذا تقاطعون مجلس النواب؟ تقاطعون الحكومة أوكي فهمنا بس مجلس النواب بدي يسير فيه وأنتو كحزب كتائب عم تقولوا أنه ما مقبول لنعمل الانتخابات على قانون الستين أقولك شيرلي مقاطعة المجلس النواب اليوم هدفها واحد نحن اليوم نعتبرين أنه النضال السياسي طبعنا والدستوري طبعنا ما عم بيؤدي لمحال وأنه اليوم كلما نعمل فشخة دستورية وكلما نعمل فشخة تجاه الحوار أو تجاه السماح أو تجاه مد اليد يجاوبونا دائما بالتي هي أعظم واليوم البرهان حاول ساعد الحريرة يعمل السنسين وحاول يمد إيده ويفوض حزب الله يجاوبوه بالاستئالة من الحكومة ويجاوبوه بالانتقاد وإلى ماهونالي نطلع الحوار من فاوض وإزب الأخير بصير في سبع أيات هذا كله خلاص أنه وصلنا إلى نتيجة أنه أنه لا يوجد زوم اليوم نفوت بعدنا بهذا النقاش لأنه هذا الحزب ليس حزب لبناني ولأنه هذا الحزب ينفي استراتيجية وقرارات دولية وخاصة إيرانية نحن بغنى عنها إذا هل قد هنم مأمنين أنه هنم عندهم الأكترية وأنه هنم عندهم الحكومة معهم وأنه هنم بيقدروا يعملوا اللي بدون إياه وحتى أنا بيهبرني بيدعي مستشارين الليجان أو رؤسة الليجان طبعاً إذا هل قد هنم عندهم كل شيء يتفضل يعقد مجلس نواب يخيراً إحنا ما راح نشارك إذا أنتوا فعلاً عم تكون الأكترية خيجيبوا الأكترية إذا أنتوا لما بتشاركوا ما أنتوا كمان حرصين على عدم إجراءة الانتخابات بيوسط لأنه أنا أنا عم بعطي رأيي وأنا كنت من الرأي أنه لازم ينعمل عسين دستورة بإمتياز بهذا التصرف هذا من بعد ما يغتالوا ويسام الحسن ومن بعد ما بيجربوا يراقعوك ومن بعد ما يجربوا يحطوا لك الفرد براسك بديك تناقشي حسب الشروط طبعاً لا هذا الشيء ما بيصير يعني أنت ضد إجراء الانتخابات النيابية أنا مع إجراء الانتخابات النيابية وفي قانون الستين بغد النظر عن الانون أنا مع إجراء الانتخابات النيابية بوقتها وبموعدها وبدون أي تأجيل بس كيف بدأ تصير الانتخابات إذا رافضين الانون وهو الموجود إذا رافضين الحكومة والحكومة موجودة يعني بس شوي خلالاً نبسطها للعالم أول خطوة تطلبها حضرتك نيب بمجلس نواب لبناني هي شو؟ تغيير حكومة تغيير الانون الانتخاب أنا أول شيء اللي بيطلبها اليوم حط سلاح حزب الله إلى جنب هاي صعبة هلأ تصير من هون للانتخابات؟ يحطوا على جنب يحيدوا بالاستيراق السياسي اليوم عم بيبعدوا حاطت فرد براس نجيب ميئتي بعدوا حاطت هيدا الفرد براس وزير الداخلية اللي ما بيسترجع يستقيل أنا محل الرئيس ميئتي أنا اليوم إذا بقرأ وضع الرئيس ميئتي عنده خيارين يعني عنده سببين طيب يبقى بالحكومة السبب الأول متعلق بالسلطة ومتعلق بالحكومة ومتعلق بكل شيء جيبت له إيها من هيبة وباقي فيها لأنه حبيبها وحبيب الواجهة طبعا فيها أو سبب الآخر أنه حزب الله حطط له فرد براسه ومانعه يستقيل واحدة من اتنين ليه ما بتقول أنه وضع البلد لا للفوضى وخلت الرئيس ميئتي عندها؟ لأنه شفنا بالماضي أنه مرأنا بوضع ما كان في حكومة مرأنا بوضع حزب الله بالذات سقط حكومة سعد الحريرة وبقينا 8 شهور بلا أو 6 شهور بلا حكومة مرأنا بظرف ما كان عندنا رئيس جمهورية فترة 8 شهور كمان وما كان ما دبت الفوضى ليه بدأت ضب اليوم؟ بكل بلد محترم إذا هني هالقد بيتفخروا بالديمقراطية وإنما هناك بكل بلد بالعالم بيصير في فراغ بإيطاليا صار في فراغ ببلجيكا صار في فراغ وما دبت الفوضى إذا اليوم فعلاً مأمنين هني بالديمقراطية وبالأكترية وبالعبة الأكترية يتفضل ويستقيل بس عارف تماماً إنه إذا بيستقيل ما بيرجع بيقدر يجي على الحكومة وعارف تماماً إنه إذا بيستقيل أو إذا بتفرد هذه الحكومة منه قادر بقى يأثر على الانتخابات الميادية الرئيس ميقاتي بيقول فلنتفق على قانون انتخاب ثم تستقيل الحكومة ليه بدنا نتفي قبل وقت ليها الشروط المسبقة؟ أنا بقلك خليه يستقيل ومعني منتفي على قانون انتخابات يعني إذا استغالت الحكومة بتروح وتشاركوا ساعة اللي شخص هاي بهاي شخص هاي بهاي بدوا يؤمن على أنه يكون فيه أنه الانتخاب تجرى على أساسه الانتخابات اليوم العمل النيابي خلينا ما نضحك على بعضنا ولا نضحك على المواطنين العمل النيابي كله من أول ما ابتدأنا بال2009 لليوم مصخرة ومن وقت ما ابتدأنا لليوم طحنت ليش مصخرة؟ لأنه ما بحياته صار في نقاش جدة وما بحياته صار فيه جو رسمي أنه يصير فيه دباع مضبوط على أي موضوع إن كان لأنون الانتخابات إن كان إن كان أي موضوع اليوم أساسي أي ملف إن كان موضوع الكهرباء إن كان موضوع المياومين إن كان موضوع السلسل ترتب والرواتب إن كان موضوع الكهرباء كله كنا نشوف كيف كان يمرو يتركب السفقة ويفوتوا على الجلسة يتصوت عليه بثلاثين دقائق ولا أكتر مين بيعطريد؟ محام بيعطريد أوكي مرأة الانون طب هيدا عمل مجلس نيابي مضبوط إذا هل قد أنتم مستخفين بعقل العالم إخير نحنا ما بدنا نشارك وأنا من هيدا المبدأ ما بدنا نشارك لأنه اليوم صارت العملية وكأنه أو بتقبلوا بشروطنا أو بتقبلوا بشروط حزب الله وش حزب الله بيفرض عليكم اللي بده أو بسئة نحنا منقتلكون واحد هل صحيح أنه حزب الكتاب ما بدنا نفوت بهذا صحيح أن حزب الكتاب قال نتوجه ونصوّت على مشروع اللقاء الأرتوديكسي أنه أنتوا أقرب للقاء الأرتوديكسي أو أنت بتتميز عن حزب الكتاب لا أنا ما بتميز عن حزب الكتاب ولكن حزب الكتاب أخذ قرار واضح أنه هو بمشي بدوائر بدوائر يعني تصوّت عليه ب agricركي بوقتها وتتفق عليه ب chang啥 اللي هو الدوائر الوسطى والوسطى والمصغراء اللي هي خمسين دايرة وأنا بعدني متعلق بهذا الانون لأنه حزب الكتائب أخذ قرار بهذا الاتجاه إذا اليوم بتسأليني رأيي بموضوع انون الأرتوديكسي أنا ضد انون الأرتوديكسي وإذا بتسأليني شو أفضل انون بقلليك أنا أفضل انون بالنسبة لي هي الدايرة الفردية بس لحنا اليوم عفوا الكتائب عندها غير كلام مع بقلليك أنه أنا اليوم بما أنه اتفقنا بحزب الكتائب أنه نحن نمشي بالدوائر المصغرة والدوائر الوسطى يعني الـ 52 دايرة أنا اليوم ملتزي بهذا إذا فيه من دعوة للتصويت على هذا الانون نحن ننزل من نتصويت على هذا الانون يعني بتروح على مجلس نواب لتصويته هذا اللي مننا نرجع نفهمه لألك يعني من كم يوم صار فيه اجتماع عند الرئيس بره لعدد من نواب 14 أذار ما عرفنا شو النتيجة تفضل خبرنا ليش رحتوا عند الرئيس بره بظل مقاطعة وشو طلعتوا من الاجتماع أنا ضد كل هالاجتماعات أنا ضد اليوم أنه نهار من ننتقد الرئيس مئاتي تاني يوم ننزل عنده نهار ننتقدنا الرئيس بره وتاني يوم نروح منشارك معه أو منتفاوض معه أو منعطينا هالأد ومنعطيك هالأد هايدي قصة إنه طريقة تفكير التجارة بالسياسة هاي بدنا نخلص منه أو في مبدأ سياسة واضح بدنا نمشي على أساسه ونكون واضحين أنه نحنا مقاطعين مجلس النواب نقاطع مجلس النواب وهؤل الشروط طبعنا وما منشارك بأي لجنة أو بأي أو بأي جلسة بدون ما هؤل الشروط يكونوا متكملين أنا اليوم بلاقي إنه هالاجتماعي اللي صار من قبل بعض زملائي بأربعة عشر أزار مع الرئيس بره تضيع وقت وبدون هن يعملوا هيدا شي يعملوا أنا مختلف معهم بالرأي أنا بنظري هالتضيع الوقت عم بيخلق أولاً ضياع عن جمهور أربعة عشر أزار عم بيخلق نوع من تملمول عم بيخلق نوع أنه هولي كل شغلتهم عملتهم يعملوا بازار على ظهرنا لا أنا أسمحي لي أنا بيدير ليك إنه اليوم جمهور أربعة عشر أزار مستاء وإذا بدنا نكمل بهيدا الطريقة ما رح قول أنه عم نخسر شعبيتنا كأربعة عشر أزار ولكن في تملمول وبالانتخابات شو ما كان الإنون إذا صار فيه انتخابات جمهور أربعة عشر أزار منه مستعدين نزل ينتخيب هيك أشخاص عم بيعملوا أو بالقليلة ما عم بيفهم جمهور أربعة عشر أزار شو هالأشخاص عم بيجربوا ويعملوا أو إذا فيه بازار عم يركب أو ما فيه بازار طبعاً أنت مش بس مع مقاطعة الحكومة يلي أربعة عشر أدار قالت أنت كمان مع مقاطعة مجلس النواب أنا مع مقاطعة أنا مع مقاطعة الحكومة لسبب واحد أن هذه الحكومة هي سورية إيرانية وتيب على حزب الله وحزب الله مسيطر عليها بإمتياز وفشلت بكل شي الحكومة واضح ليش معطعينا بس مجلس النواب مجلس النواب عم نقاطعه لنأكد على العصيان الدستوري يلي عم نعملوا والعصيان السياسي يلي عم نعملوا يلي اليوم أنا برفض أقعد على طاولة بمقلب مجلس النواب يكون فيه علي شخص ممثل إيران بلبنان هيدا هي الأسباب أنا بالنسبة له طيب يعني عمليا رح نوصل للانتخابات إذا صار وإذا منزلته على مجلس النواب وفق قانون الستين القانون الأخير يعني إذا الرئيس بره منو حاب يبيضع الأكثرية اللي هو بينتمل إليها وتصوت هي على الأنون اللي هي بتعتبره أنسب أنون لإلى لأنه نعرف تماما شو أنسب أنون للأكثرية يلي هو الأنون يلي أصدرته أصدرته الوزارة أنا ما عملك أنا إذا بقبل أما لا خلينا هن يشوفوا شو هن بدون يعملوا أنا منق ابنان وأنا مرح شارك ومرح انزل صوت ولا رح عطيهم ولا رح عطيهم شرعية بس خليهم هن يروحوا فيها للآخر خليوا يفرجونا إذا فعلا عندهم أكثرية أما لا خليوا يفرجونا هن شو بدهم لهذا البلد أنا بعرف شو بد للبلد بدي أحسن تمثيل لكل المواطنين مش بس للمسيحية بدي أحسن تمثيل لللبناني بدي يكون فيه تقارب ومسؤولية بين النيب والمواطن بدي يكون فيه حرية بدي يكون فيه أمن بدي يكون هيدا البلد فعلا نأمن المساواة بين كل لبناني ولبناني خليوا هن يقولوا لي شو بدون مبروك التعليق العضوية بالأمانة العاملة 14 أدار هذه عام تصير قبل الانتخابات للم صفوف 14 أدار أنا كتير مبسوط صراحة أنا بعتبر أنه نحن بقلب 14 أدار ونحن ككتائب لازم نكون عنا كنت أساساً معارض هالخطوة من قبل أنا كنت معارض الخروج من الأمانة العاملة وكنت معارض الخروج أساساً من حزب الكتائب من كل 14 أدار يليه ما رأينا بمرحلة كانت كانت راح تصير صحي اليوم العودة التي ترجعها تصير بين أو اللحمة التي ترجعها تصير بين الحزب الكتاب والأمانة العاملة 14 أدار شغلة كتير مهمة وبرهان أنه بالنهاية نحن بقلب 14 أدار ونحن معركتنا هي من معركة تميز بقلب 14 أدار ولكن هي معركة سياسية بأمتياز ونحمل نفس المبادئ ونحمل نفس الأيام ونختلف أوقات بالرأي ونتفي أوقات بأراء أخرى ولكن بالنهاية الهدف هو واحد شيك تفسر لي لكان زيارة الرئيس أمين الجميل والطرح الوسطي اللي عم ينحك فيه للرئيس نبيه بره نزل كتائب هيك مثل ما حضرتك عم تصف كيف تفسر الزيارة والطرح أنه بدأ يكون الوسطي أنا مادي أنا يعني ما عندي تفسير لهالزيارة هيدا بالزيت ولكن أنا بنظري لازم اليوم نكون واضحين أكتر مع طروحاتنا ونعمل يلي مؤمنين فيه وأنا أكيد أنه إذا الرئيس جميل عمل هالخطوة هي من ناحية يمكن تقارب وجهة النظر ولكن أنا بعرف تماما أنه نبيه بره ويعني صعب شوي واحد يقدر يغير له وجهة نظره خاصة بهذا الزرف اللي عم يمره في البلد واللي هو مستعد ويوم بصرح يوم بعد يوم أنه هو متفي أو هو منحط بنفس الخانة اللي هي خانة الأكثرية بلشته يعني بعد عندي كتير وقت قليل بلشته العمل على الأرض للانتخابات النيابية بقدر من أننا نحن عادين بالبيت يعني عم نحاول أنا شخصيا إذا عم تحكيني بالأشرافية عم حاول قدمة فيه في مكانة بلشت بلشت جهز المكانة بلشت جهز المسؤولين عن المكانة بلشت بلشت نحضر اللوية ولكن بنفس الوقت عادتنا الجبرية بالبيت عم تمنعنا منها كتير من تحرك ومن كتير من تواصل مع المال أناي ابني لاتويني شوين تقدتكن على التعاطي تحديدا بملف الناس المتضررة من انفجار اللي أدى إلى اغتيال وسام الحسن هي حرة تقول اللي بديها وتحرة تعمل أنتو سيستوا الموضوع شوي نحنا ما سيستنا للكسب الانتخابي نحنا ما سيستنا أبدا الموضوع إذا بدينا نحكي بهذا المالف أنا صراحة كنت يعني هلأ برجع أنا وين كان موقعي بعد عنا شي سريع جدا إذا بنت تلخص ببساطة نحنا كنا إلى جانب الأهالي طبعا وساعدنا كتير الأهالي بكل الكتاعات طبعا ضغطنا مع البلدية ساعدنا تبعنا أمورهم مع هيئة العليا للإغاثة ساعدنا كتير الجمعيات اللي ساعدت وخاصة أفرجوها بإعادة أعمار البناء أمنا لهم عدة أمور هنا كانوا بحاجة لألون وكنا كتير إلى ما تواصل معهم ولكن الجزء الثاني منه المزيد السياسي اللي خاصة أخصامنا عملوها بالأشرافية غير مقبولة يعني اليوم لما تيجي بتستنسخي وضع عملناه نحنا بوقت مبنى فسوح أنه جينا عملنا جمع تبرعات بمبنى فسوح أنا أصريت أنه علّي المستوى وما يكون صراع سياسي ومشن هيك وقت دعيت الوزير سحنية ويجي يقعد معنا على الطاولة ونعمل هيدا شي لمصلحة الأهالي لما اليوم عم نشوف أنه الاستنساخ ما يؤدي لمحال ولبل بالعكس الاستنساخ هو من أجل المزيد السياسية وأنه عم نشوف أنه اليوم ولا حتى منعرف لأمين رحوا الأموال ولا حتى منشوف أنه فيه فعلا مصلحة لأل الأهالي نحنا اليوم أنا اليوم أنا اليوم اقرفت بمحل معين شوف هالصراع السياسي اللي عم بسير من أجل من أجل الأهالي أو من أجل نزيد على وجع الأهالي علما أنه بس بدي أقول شغلة أنه أنا محل الوزير السحناوي أو أنا إذا كنت بهذه الحكومة كنت طلبت من الحكومة هي تعمل كل الأمور بالنهاية أنا كوزير شغلت أطلب من الحكومة تنفذ وتقوم بواجبها إلى أقصى حد هذا الشيء الحكومة ما عملتها حتى بهذا الشغل الحكومة نأيت عن نفسها وتنزلت عن دورة أنا بنديم الجميل شكرا جزيلا لك مشاهدين شكرا للمتابعة تابعوا دائما آخر الأخبار عبر صفحاتنا أمتي في لبانون نيوز على تويتر أمتي في لبانون على فيسبوك وعبر موقعنا أمتي في دوت كوم دوتالبي إلى اللقاء اشتركوا في القناة